اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي اهلا ورحمة بكم في برنامجكم مدرسة عالها كل عام وانتم بخير والامة الاسلامية كلها بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف حلقتنا نهاردة ان شاء الله في فرح حساب المسلسات عنوان الدرس الدوال المسلسية. الدوال المسلسية موضوع مهم جدا بالنسبة للرياضيات. اه بالنسبة للرياضيات اهم حاجة فيها الدوال المسلسية بتخش في كل فروع رياضة. هنشوفها في الصف الثاني والصف الثالث وفي الجامعة. فيش مساء الرياضة بتحل من غير الدوال المسلسية في موضوع مهم. الموضوع الدوال المسلسية بيعتمد بيتجزق على اربع مفاهيم. عزيز الطالب اربع مفاهيم لازم نفهمهم. اول حاجة ايه هي الدلة المسلسية? الدلة المسلسية بتربط بين النسبة بين دلعين في مسلس قائم. يبقى بتربط بين النسبة بين دلعين في مسلس قائم. طيب تربط بين دلعين في مسلس قائم النسبة بينهما. طيب. انا دلوقتي عايز اجيب النسبة المسلسية الاول. يبقى اول مفهوم الدوال مسلسية. هجيب اول حاجة النسبة المسلسية لذاوية الحادة و Dartmouth كن الف في المسلس القائم الزاوية في جيم. مسلا انا عندي كده. ايه دي مسلس قائم. وليكن الف به جيم. قائم الزاوية في جيم. قائم الزاوية في جيم. الزاوية دي. ولتكن الف. الدلع الاقصادة بنسميه المقابل. والاقصاد الزاوية القائمة معروف الوطر. والدلع التالت هنسميه المجاور. وانت دلست في العام الماضي. الدولة المسلسية. النسب الزاوية الحدة. الف. مسلا لها جا وجت وزا. ده اللي انت خدتهم في العام الماضي. يعني مسلا ما اقول جا الف. جا الف عبارة عن المقابل على الوطر. يعني اقول به جيم على الف. ده بنسميه جيب الزاوية الف. جتا الف جيب تمام الزاوية الف. جيب تمام الزاوية الف. عبارة عن المجاور على الوطر. يعني عبارة عن الف جيم على الف بهم. زا الف زل الزاوية عبارة عن المقابل على المجاور. يعني به جيم على الف جيم. ده اللي انت تدرسه في العام الماضي. النسب المسلسية الدولدية ليها مقلوبات. الجا مقلوبها قطع. يعني قاطع تمام الزاوية الف. وبدل الجا مقابل على وطر. تبقى الوطر على المقابل. ونقل بالنسبة يبقى قلف به على بهجيم. طيب. طيب الجا مقلوبها ايه? قا قاطع الزاوية الف. بدل الجا مقابل على وطر. تبقى الوطر على المجاور. يعني الف به على الف جيم. الزا اه الزا مقلوبها زطا. بنسميه زل تمام الزاوية. وبدل الزا مقابل على مجاور. يبقى مقابل على مجاور. يبقى المجاور على المقابل. يعني الف جيم على بهجيم. يبقى الجا اسمه جيب الزاوية. والجتا جيب تمام الزاوية. والزا زل الزاوية. والقطة مقلوب الجا قاطع تمام الزاوية. والقا مقلوب الجتا قاطع الزاوية. والزا مقلوب الزا زل تمام الزاوية. احد كده مفيش اي مشاكل. يبقى انت خدت الدوالة المسلسية الجا والجاة والزاة سموها الدوالة المسلسية الاساسية. ودولة مقلوباتهم. ممكن لسولة الحفظ الجاة هنا ما فيهاش تيه تاخد حاجة فيها تيه. يبقى قطع. الجاة فيها تيه متاخدش تيه. يبقى قاة. الزا ما فيهاش تيه تاخد تيه. يعني اللي ما فيهاش تاخد تيه واللي عندها ما تاخدش تيه. ليه سهولة الحفظ? لحد كده ما فيش اي مشاكل. عزيز الطالب لازم تفهم ان النسبة المسلسية للزاوية سابتة. ما بتتغيرش الا لو اتغيرت الزاوية. الا لو اتغيرت الزاوية. يبقى النسبة المسلسية دي نسبة سابتة ما بتتغيرش الا لو اتغيرت الزاوية. يعني مثلا لو انا قلت المسلس كده القائم لو انا هلعب عالزاوية به يبقى هنا مقابل يبقى ده المقابل وده الوطر وده المجاور. المسلس قائم هنا لو انا هلعب زاوية اتقالف زي ما قلنا يبقى ده المقابل وده الوطر وده المجاور. يبقى النسبة المسلسية بتتغير لو غيرت مكان الزاوية. مكان الزوية. طيب. موضوعنا ده المفهوم الاولان بتاع الدوال المسلسية. المفهوم التاني يبقى ده اللي احنا قلناه وشرحناه. نيجي بقى لحاجة تاني. فيه ملحظات? طبعا الزا الف خدها تبقى جاة الف على جاة الف. والزاة الف عبارة عن الجاة الف على الجاة الف. يبقى صاحة جاة على جاة والزاة جاة على جاة. كمان لازم تفهم ان الدلة المسلسية جاة في مقلوبها قطة بتسوحت لان القطة دي عبارة عن واحد على جاة. يعني جاة الف واحد على جاة الف هيشط ويضيك الواحد ده. يبقى اي دلة مسلسية في مقلوبها يدي واحد. يعني الجاة مقلوبها مين? قا يدي واحد. الزا مقلوبها مين? الزا تساوي واحد. طبعا دي حاجات لازم تبقى احنا فاهمينها وعرفينها بتيجي ازاي ونخلي بنا. طيب بعد كده. عايز بقى موضوعنا النهاردة هدرس دائرة الوحدة. ايه هي دائرة الوحدة? دائرة الوحدة عبارة عن لو انا مسلا عملت دائرة بالمنظر ده. يبقى المفهوم التاني هناخد دائرة الوحدة. يبقى اول مفهوم في الدوالة المسلسية اخدنا النسب بتاعت الدوالة المسلسية. والدوالة المسلسية ستة. تلاتة اساسية وتلاتة مقلوب. الجا والجاة والزاة دي الاساسية. المقلوباتهم قطة وقا وزاة. لو انا عملت بقى ايه هي المفهوم التاني? المفهوم التاني. دائرة الوحدة. ايه هي دائرة الوحدة? طبعا مهمة جدا. لو انا عملت كده محورين. ادي دائرة. وعملت محورين. لأي نظام احداثي متعامد. خلي بالك معايا. وليكن هنا سين وهنا صاد دا المحورين. دائرة الوحدة دائرة تسمى دائرة وحدة. لو مركز الدائرة عند نقطة الاصل. وطول نصف كترها وحدة. يعني واحد. يبقى اي دائرة طول نصف كترها واحد. ومركزها في النظام الاحداثي آآ نقطة الاصل برقال ان دي دائرة وحدة. يبقى مركزها مركز الدائرة نقطة الاصل وطول نصف كترها الوحدة. يعني واحد صحيح. لو انا فرضت نقطة ولتكن سين وساط على دائرة الوحدة. يعني اكدني كده مشت سين. وطلعت صاد. مشت سين وطلعت صاد نقطة على دائرة الوحدة. طاقة على دائرة الوحدة. يبقى اقدر اقول النقطة دي كام وكام? طبعا واحد لها سين ملاحي الصاد. النقطة التانية عشان نصف كتر واحد. هيبقى سالب واحد وسفر. النقطة دي هتبقى سفر واحد. النقطة دي هتبقى سفر وسالب واحد. يعني معنى كده اقدر اقول ان سين تنتمي. للفترة المعلقة سالب واحد واحد. سالب واحد واحد. سين تاخد القيام ما بين تاخد سالب واحد واحد وكامل بينه. واقدر اقول ان سات تنتمي برضو للفترة سالب واحد واحد. ومن هنا اقدروا عاملوا معادلة مهمة جدا في حساب المثلثات. معادلة دائرة الوحدة. جابوها من نظرية في صورس. اه طبعا اما اقول سين تربيع زائد صاد تربيع. هتساوي واحد. دي تسمى معادلة دائرة الوحدة. ودي من المعادلات المهمة في علم حساب المثلثات. شوف كده تاني عزيز الطالب. الاسم اللي انا عملتها اهي. وزا ما انت شايف ان محور دائرة الوحدة محور السناد بيقطع دائرة الوحدة في النقطتين واحد وسفر وسالب واحد وسفر. وبيقطع محور الصادات في سفر واحد وسفر وسالب واحد. والسا انتجنا ان معادلة دائرة الوحدة عبارة عن سين تربيع زائد الصاد تربيع بتساوي واحد. يبقى دائرة الوحدة في اي نظام احداثي. الدايرة اللي مركزها نقطة الاصل. ونصف كترها وحدة الاطوال يعني واحد. دي يقال ان هي دائرة وحدة. طيب. هبتدي بقى اجيب الدوال بصورة افضل على دائرة الوحدة. يبقى انا دلوقتي هجيب الدوال المسلسية للزاوية الحادة ومقلوباتها على دائرة الوحدة. شوفوا حبيبي طبعا هنا نرجع تاني للرسمة. ادي مسلا الرسمة اهي. لو انا حبيت اجيب جا. جا سيتا. زي ما قلت لك من شوية. عبارة عن المقابل على الوطر. دي زاوية موجهة. الزاوية الموجهة دي سيتا عبارة عن جا سيتا عبارة عن ايه? المقابل على الوطر. المقابل هنا صاد. والوطر واحد. يبقى صاد على واحد بصاد. قلي بالك. انا دلوقتي بجيب الدوال المسلسية. للزاوية الحادة. ومقلوباتها على دائرة الوحدة. يبقى جا سيتا. الزاوية الموجهة دي. دلعها الابتدائي محور سنات الموجب. والدلع النهائي نقطة على دائرة الوحدة. وليكن مثلا واو بي. وهنا واو الف. الابتدائي واو الف والنهائي واو بي. احداث النقطة بتاعها هفرض ان هو سن وصاد. نقطة على دائرة الوحدة. يبقى الجزب انت عارف مقابل على وطر. يعني صاد على واحد تطلع بصاد. طب جا تاهي مجاور على وطر. يعني السين على واحد بسين. وانا لسه اقول لك ان الزاو كمان عبارة عن مقابل على مجاور يعني صاد على سين. مقلوب الجا حاجة فيها تيه? يبقى قاطع. يبقى بدل مقابل على وطر. وطر على مقابل يعني واحد على صاد بشرط ان الصاد لا تسوي السفر. عشان تبقى معرفة. جا تا سيتا مقلوبها قا سيتا بدل مجاور على وطر. تبقى وطر على مجاور يعني واحد على سين وسين لا تسوي السفر. زا سيتا مقلوبها زا سيتا مجاور على مقابل يعني بدل صاد على سين تبقى سين على صاد. طيب. انت كنت بتقول ان سين تنتمي للفترة المغلقة سلب واحد وواحد. وطلعت سين هي بتساوي جا تا سيتا. يعني معنى كده ان جا تا سيتا ومنها اقدر اقول ان جا تا سيتا تنتمي للفترة المغلقة سلب واحد وواحد. قلت بتقول ان صاد بتنتمي للفترة المغلقة سلب واحد وواحد وهدر اقول ومنها الصاد اللي هي الجا. اللي هي صاد على واحد يعني صاد. يبقى معنى كده ان الجا سيتا هتنتمي للفترة المغلقة سلب واحد وواحد. في الزوايا المتكفأة. يعني زاوية بتتفقها زاوية تاني. دي بتبقى لها نفس الدوال المثلثية. زوايا المتكفأة بيكون لها نفس الدوال المثلثية. طب ناخد مسؤالة كده على الحتة دي. يبقى انا بس عايز اسبت مفهوم. الزوج المرتب على دائرة الوحدة. سين وصاد. صاد دية بتاخد جا سيتا. الاحداث التاني. والاحداث الاول هياخد جا سيتا. ويبقى الزا. الاحداث التاني على الاحداث الاول يعني صاد على سين يعني جا علاجتها. تمام. نشوف كده مسألة على الحتة دي. اما اجا اقول اوجد الدوال المثلثية. اوجد الدوال المثلثية للزاوية التي قياسها سيتا. اذا كان ضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة. في النقطة سين وسالب كزر ثلاثة على الاتنين. هو عايز الدوال المثلثية. ما قالش الدوال المثلثية الاساسية. يعني لازم نجيب الاساسية اللي هي الجا والجاة والزاوية ومقلوباتها قطة وقاوزة. النقطة دية واقع على دائرة الوحدة. نجي نقوله بما ان النقطة واقعة على دائرة الوحدة. خلي بالك. يبقى اعمل معادلة دائرة الوحدة. معادلة دائرة الوحدة اللي هي سين تربيع زائد صد تربيع بتسوي واحد. السين هنا هي السين يبقى سين تربيع زائد صاد اللي هي سالب كزر ثلاثة على الاتنين لكل تربيع بتسوي واحد. يعني سين تربيع زائد ثلاثة على اربعة مربع سالب كزر تلاتة تلاتة على اتنين اربعة بتساوي واحد. هوادي دي الناحية التانية. يعني سين تربيع بتساوي واحد ناقص تلاتة اربع. يعني تطلع بربع. يبقى اذا سين تساوي موجب او سالب جزر الربع. يبقى موجب او سالب نص. يبقى انا عندي احتمالين. اما النقطة خلي بالك معايا. عشان هو معا محطش اي شروط. اما النقطة سين بنص وسالب جزر على اتنين. اما نقطة سالب نص وسالب جزر تلاتة على اتنين. يبقى النقطة هتبقى نص وسالب جزر تلاتة على اتنين. او النقطة عبارة عن سالب نص عشان تلات مجوعة بقى وسالب نص وسالب جزر تلاتة على تنين اللي هو مدهنة. عايز اجيب بقى الدوال المسلسية. هنقول بقى الدوال المسلسية. للزاوية سيتا. جا سيتا. هيبقى الاحداث التاني. اللي هو بتاع صاد. بتساوي صاد. يعني سالب جزر تلاتة على الاتنين. طب جا سيتا. هتبقى الاحداث السيني. اللي هي بنص. وزا سيتا. هتبقى الاحداث التاني على الاولان يعني صاد على سين. سالب صاد على سين. يعني سالب جزر تلاتة على الاتنين على نص. تطلع بسالب جزر تلاتة. دول الدوال المسلسية الأساسية. مقلباتهم بقى. يبقى قطر سيتا. تبقى تبقى سالب جزر على اتنين. تبقى سالب اتنين على جزر تلاتة. نشاء ليه? نقلبها. الجata مقلبها. يبقى كا سيتا. بدل نص يبقى اتنين على واحد يعني بيتنين. وزيتا هتبقى سالب جزر تلاتة يبقى سالب واحد على جزر تلاتة. حمل ايه بسيطة جدا ما فياش اي مشاكل. نفس الكلام للنقطة التانية. جا سيتا الاحداث الصادي يبقى سالب جزر تلاتة على الاتنين. جاتة سيتا هتبقى سالب نص زا سيتا. هتبقى سالب جزر تلاتة على الاتنين. الاحداث الصادي على الاحداث السيني. هتطلع السالب مع السلب والاتنينات راحت تطلع بالجزر ثلاثة. مقلوب الجاه ان قطة سيتا. تبقى بدل سالب جزة على اتنين تبقى السالب اتنين على جزر ثلاثة. مقلوب الجاتة قا سيتا. بدل سالب نص يبقى سالب اتنين على واحد يعني سالب اتنين. مقلوب الزا سيتا يبقى زطا سيتا. بدل جزر ثلاثة تبقى واحد على جزر ثلاثة. عشان دي جزة ثلاثة على واحد نشأ ليه بها يبقى واحد على جزر تلاتة. يبقى انا خدت كده مفهومين الدوالة المثلثية ومقلباتها على دايرة الوحدة. وخدنا ايه هي دايرة الوحدة في الاول. هنيجي بقى ناخد ممكن احنا قلنا الدرس مقسم بتاع الدوالة المثلثية لاربع اقسام بيحتوي عليهم الدرس. ايه هي الدوالة المثلثية ومقلباتها على دايرة الوحدة? وايه هي اصلا في الاول ايه هي دايرة الوحدة وايه هي الدوالة المثلثية ومقلباتها على دايرة الوحدة? هنيجي بقى نستخرج اشارات الدوالة المثلثية من دايرة الوحدة. يبقى استخراج اشارات ده المفهوم التالت. استخراج اشارات الدوال المسلسية من دايرة الوحدة. مهمة جدا بقى حبيبي دي تخلي بالك منها الاشارات دي. برضو لو انا عندي دايرة بالمنظر ده. زي ما قادي محور سين. وقادي محور صد. ودي دايرة وحدة. وهقول هنا ده سين هنا موجبة. وصد موجبة. يبقى ده الربع الاولين السين اكبر من السفر. عايز استخرج اشارات الدوال المسلسية من دايرة الواحدة. وطبعا هنا الرجع ده سات اكبر من السفر. سين اكبر وصد اكبر. موجبين. طب الربع التاني هيبقى السين اقل من السفر. سالب. والصاد موجبة. اكبر من السفر. هنا السين سالبة. والصاد تحت سالبة. هنا السين اكبر من السفر موجبة. والصاد اقل من السفر سالبة. ده الربع الاولاني. طيب الربع الاولاني ده بيجي منين? من الفترة المفتوحة سفر وتسعين درجة. كلنا عارفين ان باي بالتقدير الدائري بتكافئ مية وتمانين درجة بالتقدير الستيني. عارفينها من الدرس اللي فات. يعني اقدر اقول التسعين درجة دي عبارة عن تقدير ها الدائري يبقى باي على الاتنين. يبقى التسعين معناها باي على الاتنين. والفترة المفتوحة من تسعين لمية وتمانين. ده الربع التاني اللي هي معناها باي. والمية وتمانين لمتين وسبعين الفترة المفتوحة اللي هي معناها تلاتة باي على الاتنين. لازم تفهم ان البي مية وتمانين درجة بالستيني. تلاتة باي على الاتنين يعني تقتها بتسعين على الاتنين تطلع متين وسبعين درجة. واتنين باي اتنين في مية وتمينة يعني تلتمية وستين درجة وهنا تلتمية وستين درجة. اللي هي معناها تنين باي. يبقى الربع الاولاني الفترة المفتوحة من سفر لتسعين درجة. او من سفر لباي على الاتنين. ده الربع الاول. الربع التاني يبقى الفترة المفتوحة من تسعين لمية وتمانين. الربع التالت من تسعين من مية وتمانين لمتين وسبعين. الفترة المفتوحة ربع الرابع من متين وسبعين لتلتمية وستين. يبقى ده ربع اول. وده ربع تاني. وده ربع تالت. وده ربع رابع. على حسب انت اي للنجاه الاحداث الصادي طيب وجتا الاحداث السيني يعني لما جاء الاحداث الصادي وجتا الاحداث السيني يبقى هنا كل الدوال موجبة في الربع الاول كل الدوال موجبة في الربع الاول كل الدوال المثلثية موجبة في الربع الاول لما تيجي تحسب برضو الجاه قلنا الاحداث الصادية والجاتة الاحداث السيني هيبقى الربع التاني هيظهر ان الجاه ومقلوبها موجب يعني الجاه والقطف الربع التاني موجبين والباقي سالب الربع التالت برضو سين سلبة وسط سلبة هيظهر ان الزا موجبة والزطا موجبة مقلوبها والباقي سالب الربع الرابع هيبقى هيظهر السين موجبة والصات سالبة هيظهر ان الجتا موجبة والقا موجبة والباقي سالب يعني نقدر نقول كده الربع الاول الفترة المبتوحة من 090 او من 0 باي على الاتنين كل الدوال موجبة في الربع الاول طيب الربع التاني اللي هو فيه سين سالبة وصات موجبة وقلنا الصات تعني جا والسين تعني الجتا الربع التاني ده هيبقى الجا ومقلوبها موجب وباقي الدوال سالبة الربع التالت اللي هو من 180 الفترة المفتوحة لبتين وسبعين هيبقى الموجب الزا والزطا الدوال المسلسية الدوال المسلسية زا والزطا مقلوبها والباقي سالب وربع الرابع من متين وسبعين للفترة المفتوحة لتواتمائة وستين الدوال المسلسية جتا ومقلوبها قام وجب والباقي سالب طيب لحد كده قدرنا نخرج بإشارات عن طريق دايرة الوحدة إشارات الدوال المسلسية ودي مهمة جدا نقدر نقول برضو ان الدوال المسلسية لزوال متكافأة ليها نفس الاشارات الدوال المسلسية لزوال مكافأة ليها نفس الاشارات على حسب الربع اللي وقع فيه طيب معنى كده لو انا جيت مسلا بصي كده عزيز الطالب لو انا هنا عملت جدول مسلا كده الجدول ده عبارة عن الربع الاول زي ما ستفهمتك من شوية الفترة اللي بتنتمي لها سيتا من سفر البي على الاتنين ربع الاول يبقى اشارة الجتا ومقلوبها قا او اشارة الجا ومقلوبها آآ القطة او اشارة الزا ومقلوبها الزاة كله ده موجب. الربع التاني يبقى اجي هنا عند الجا والقطة موجب والباقي سالب. الربع التالت اجي على الزا ومقلوبها موجب والباقي سالب. الربع الرابع اجي على الجتا والقا موجب والباقي سالب. نفهم الحاجات دي ونخلي بالنا منها. يبقى كده خدنا تلات مفاهيم فاضل مفهوم لموضوع الدوال المسلسية قبل ما ناخده نحل المسألة دي بتقول عين اشارة كل من الدوال الاتية جاء مية وخمسين زا تلتمية جاء سبعمية درجة جاء سالب تلاتين درجة زا سالب مية وثلاتين درجة جاء سالب سبعين درجة اول واحدة اما اقول المية وخمسين درجة دي المية وخمسين درجة دي بتقع في الربع التاني ما بين التسعين والمية وتمانين الدوال المسلسية بتاعتها مين جاء والربع التاني اللي موجب فيه الجاء ومقلوبها قطع اذا جاء مية وخمسين درجة اشارتها موجبها طيب المسألة التانية زا تلتمية التلتمية دي تلتمية درجة بتقع في الربع بتقع في الربع اللي الرابع الرابع تقع في الربع الرابع 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 الدل المسلسية الموجبة في الجتة والقاة طب هي زا اذا زا تلتمية سالبة وبيقول لعين اشارات الدول دي كلها المسألة التالتة بتقول جتة سبعمية طبعا السبعمية دي اقتر من تلتمية وستين اي قياس زاوية اقتر من تلتمية وستين بنجيب اصغر قياس بموجب ليها اقل من تلتمية وستين يعني السبعمية هنخفض منها دورة ناقص تلتمية وستين تطلع سفر اربعة تلاتة تطلع تلتمية واربعين يعني جتة سبعمية هتكافئ جتة تلتمية واربعين طب تلتمية واربعين وعفة اهن الربع في الرابع وبدان في الرابع وهي الدلة المسلسية عندي جتة اذا جتة سبعمية موجبة النمر اربعة بيقول جا سالب تلاتين درجة الكاس السالب اجيب منه الكاس الموجب يعني سالب تلاتين اجيب الكاس الموجب ليه هتطر اضف لها موجب تلتمية وستين تطلع تلتمية وثلاتين درجة تلتمية وثلاتين درجة دي مع الجا سالبة لاني وقع في الرابع الرابع دي في الرابع يبقى اذا جا سالب تلاتين سالبة بنفس الحكاية زا سالب مية وثلاتين نجيب الكاس الموجب سالب مية وثلاتين هضف لها دورة موجبة تلتمية وستين يطلع سفر تلاتة اتنين متين وثلاتين في الربع التالت الربع التالت مع الزا موجب يبقى اذا زا سالب مية وثلاتين سالبة موجبة موجبة عشان الرابع التالت الزا موجبة اما اقول جت سالب سبعين برضو سالب سبعين هجيب الكاس الموجب ليه هضف لها موجب تلتمية وستين يطلع متين وتسعين يعني معنى كده الميتين وستسعين دي تقع في الربع الرابع مع الجتة اذا موجبة يعني اذا الجتة سالب سبعين درجة موجبة عملية سهلة جدا لو جاب لكياس سالم هاتي كياس الموجب وحدد في اهل ربع واعرف اشارة الدالة المثلثية وهنا الربع الاول كل الدواء الموجبة تركز اوي الربع التاني اللي هو الفترة المفتوحة من تسعين إلى مئة وتمانين جاء ومقلبها قطع موجبة والباقي سالب الربع التالت اللي هو الفترة المفتوحة من مئة وتمانين إلى متين وسبعين درجة عبارة عن الزاء ومقلبها موجبة وباقي الدواء المثلثية سالبة الربع الرابع الدلة المثلثية جاء توقع في الربع الرابع اللي هي الفترة المفتوحة من مئة وتمانين إلى تتونمائة وستين وباقي الدواء موجبة الجتا والقا والباقي سالب جابلي في مسألة دواء سالب اجيب الكاسة الموجب وعرف اهل اروبا واحدد اشارة الدلة المسلسية عملية سهلة جدا بسيطة طيب ناخد بقى فكرة يعني فيها تفكير شوية بسيط بتقول ايه المسألة دي بقى بتقول اذا كان به اذا كانت به نقطة احداثها سين ونص نقطة التقاطع الدلع النهائي لزاوية موجهة قياسها سيتا في الوضع القياسي مع دائرة الوحدة حيث سيتا تدامي للفترة المفتوحة تسعين درجة ومية وتمين درجة يعني ربع التاني هات جميع الدواء المسلسية للزاوية سيتا طيب المسألة بيقولي النقطة به اللي هي سين ونص نقطة نقطة التقاطع الدلع النهائي معايا الدلع النهائي لزاوية موجهة لزاوية موجهة قياسها سيتا في الوضع القياسي مع دائرة الوحدة حيث سيتا تنتمي للفترة من تسعين لمية وتمينين الفترة المفتوحة حيث جميع الدواء المسلسية للزاوية سيتا أنا عايز أتكلم على كلمة الوضع القياسي دي يعني الطالب بيسأل ايه هو الوضع القياسي الوضع القياسي للزاوية لازم اتحقق من شرطين الوضع القياسي نفهم من المعلومة الرياضية دي الوضع القياسي للزاوية الموجهة بيتحدد بشرطين أول حاجة دي العهل الابتدائي يقع في الاتجاه الموجهة بلمحور السنات الشرط التاني ان لازم رأس الزاوية بيقع رأس الزاوية هو نقطة الأصل نقطة الأصل في اي نظام احداثي متعامل يبقى الوضع القياسي لشرطين الشرط ان رأس الزاوية هو نقطة الأصل لأي نظام احداثي متعامل وده العهل الابتدائي هو الموجب لمحور السنات نرجع لمثالتنا دي سين ونص الزوج المرتب سين ونص ده هنقول له عند اي نقطة سين وساط على دائرة الوحدة نكتب معادلتها بقى ان سين تربيع معادلة الوحدة إزال ثوا ت رابطة يعني سين تربيع زاільки تربيع بقى سين تربيع يعني سين تربيع تطلع واحد نقص ربع يطلع تلات اربع يعني سين موجب او سالب جذر ثلاثة على الاثنين حلو قوي هو هنا ربطك الزاوية بشرط الزاوية وقع في الربع التاني هقول تاني الزاوية وقع في الربع التاني يعني الربع التاني اجي موجبة ومقلوبها قطم وجبة لكن اي ده لا غير كده سلبة طب هو الزوج اسمه سين ونص يبقى الجام وجبة يبقى لازم الجتة دي للاحداث السيني يكون سالب ولذلك اختار سين سلبة يبقى اذا سين سالب جازل تلاتة على اتنين عشان هو ربط بشرط ان سي توقع في ربع التاني يبقى لازم الجام وجبة هي يبقى لازم الجتة بتاعتها هتكون سالبة في الزوج ده يبقى اختار سين بسالب جازل تلاتة على اتنين ويصبح الزوج المرتب يصبح الزوج المرتب بدل سين ونص هيبقى سالب جازل تلاتة على اتنين ونص بحيث قال للزاوية تقع في ربع التاني يبقى انا بحافظ على الجام وجبة يبقى لازم الجتة اختار لها الاحداث السالب انا عايز بقى الدولة المثلثية يبقى الدولة المثلثية ما قالش اساسية يبقى لازم اجيب له التلاتة قصر وتلاتة مقلوب هقول يبقى جا سيتا الاحداث الصادي نص جا تا سيتا الاحداث السيني سالب جازل تلاتة على الاتنين الزا الصادع السيني يعني سالب جازل تلاتة الصادع السيني يعني عبارة عن الصادع السيني يعني عبارة عن زا سيتا عبارة عن نص على سالب جازل تلاتة على الاتنين تطلع الاتنين راحت مع الاتنين تطلع سالب واحد على جازل تلاتة ده زا سيتا مقلوب الجا قطر يبقى قطر سيتا اللي هي واحد على صاد يعني هنشأل بديه يبقى اتنين على واحد يعني باتنين والقا سيتا القا سيتا اللي هي معناها واحد على سين مقلوب السين القا يبقى هنشأل بديه يبقى سالب اتنين على جازل تلاتة الزا سيتا مقلوبها زا سيتا هتبقى بدل سالب واحد على جازل تلاتة اللي يتعتبر سين على صاد اللي يتعتبر زتا سيتا سين على صاد لكن زا سيتا صاد على سين هيعن ان شقل بالكسر ده يطلع سالب جزر ثلاثة يبقى هو ميزة الربع اللي بيدهولك عشان تحدد الشارة الجاو الجاتة وتقدر بينها تجيب باقي الدوال المسلسية عملية سهلة لكن في نفس الوقت انا باعتمد اعتماد اساسي على دائرة معادلة دائرة الوحدة سين تربيع زى الصاد تربيع بتساوي واحد وباهتم بشارات الربع اللي انا بقررها لك تاني ربع الاول هو الفترة المفتوحة من سفر التسعين كل موجب ربع التاني الفترة المفتوحة من تسعين لمائة وتامانين مفيش غير الجاو القطع موجبه والباقي سالب وربع التالت اللي هو فيه سين سلبة وسط سلبة يعني تطلع من هنا ان الزاو الزاطة موجبين وباقي الدوال سلبة الرابع الرابع اللي هو من تان وسبعين لتان وستين اللي فيه سين موجبه وسط سلبة وعلى حسب كده قدروا يقولوا النجاتة موجبه والقام موجبه وباقي الدوال سالب يبقى انا خدنا لحد الان عزيزي طالب الصف الاول السنوي ثلاث مفاهيم اول حاجة ايه هي دائرة الوحدة وهي الدوالة المثلثية للزاوية الحادة مقلبتها على دائرة الوحدة والمفهوم التالت استخرجنا الاشارات بتاعت الدوالة المثلثية او المكافأة لها نفس اشارتها من دائرة الوحدة هنيجي ناخد المفهوم الرابع والاخير في موضوع الدوالة المثلثية الدوالة المثلثية لبعض الزوايا الخاصة يبقى هنكتب كده الدوال المفهوم الرابع وهو ده اخر حاجة بالنسبة للموضوع ده الدوالة المثلثية لبعض الزوايا الخاصة الزوايا الخاصة هنا بتنقسم لنوعين زوايا بيقولوا عليها ربعية او محورية. زي السفر درجة او تلتمية وستين درجة. التسعين درجة. المية وتمانين درجة. ميتين وسبعين درجة. دي زوايا ربعية. او محورية. وبعد الزوايا الخاصة زي تلاتين درجة وستين درجة وخمسة وعبعين درجة. هنجيب الحاجات دي. طبعا احنا عارفين من دايرة الوحدة. بص كده معايا. الزاوية لو سفر او تلتمائة وستين. احداث النقطة اللي بيعينها دلعها النهائي مع دايرة الوحدة. سفر او تلتمائة وستين قلنا واحد وصفر. لان دايرة الوحدة تتعلم حوال السنة في النقطة واحد وصفر. الجاه الاحداث التاني اللي هو صاد. يبقى الجاه بصفر. الجاه الاحداث السيني واحد. الصادي على السيني يعني سفر على واحد بصفر. التسعين درجة من دايرة الوحدة قلنا عليها سفر واحد. اهي سفر واحد. يبقى بقى درجة من الزوج المرتب على دايرة الوحدة. اطلع الدولة المثلسية بثانية. يبقى سفر واحد. الجاه تاخد واحد الاحداث الصادي. وجات الاحداث السيني سفر. وبعدين الصادي على السيني واحد على سفر يبقى غير معرف. طب الزوج بتعمق هنا. الزاوية مية وتمانين. اه. دايرة الوحدة بتقطع محور السينات سلب واحد وسفر. يبقى الزوج اسمه سلب واحد وسفر. الجاه الاحداث الصادي سفر. وجات الاحداث السيني سلب واحد. وبعدين الزاوية سفر على سلب واحد بسفر. بيتين وسبعين دالة الوحدة. اهيه زي ما انت شايف. بتقطع محور استداد في سفر وساليب واحد. يبقى الزوج بتاعها سفر وساليب واحد. اجيها ساليب واحد. واجتها بسفر. والزاوة ساليب واحدة سفر بقى غير معرف. التلاتين. انت خدت الزوية الخاصة تلاتين وستين وخمسة واربعين. طبعا فاكر انت من اعدادي. اه دي زاوية تلاتين. هنقول واحد. النساء بتاعتها واحد اتنين جزر تلاتة. لان الدلع المقابل لزاوية تلاتين في المثالي سفقا مصر الوطر. ده واحد. يبقى هنا اتنين. من في سورس يطلع ده جزر تلاتة. يعني قدر اقول الجاه مقابل على وطر. يعني نص. والجتة مجاور على وطر. يعني جزر تلاتة على الاتنين. يبقى هنا جاة تلاتين بنص. جتة ها تلاتين بجزر تلاتة على الاتنين. يعني يبقى الزوك. احنا بنكتب الاول السين وبعدين الساد. السين اللي هي جتة. يبقى الجزر تلاتة على الاتنين. والساد اللي هي الجاة نص. يبقى الزوك بتاعها الجزر تلاتة على الاتنين. ازا ما انت نقتنقس بنص على جزر التاتة على الاتنين الزاه يطلع واحد على جزة تلاتة. ستين اهي. هاهدي المثلث. هدي ستين. لو حبيت هدي واحد اتنين جزة التلاتة. لو جتا ستين يطلع جزر تلاتة على الاتنين. جتا ستين يطلع مجاول على وطل يطلع بنص. طب ما اعمل الزوج يطلع نص في الجزر على الاتنين. اجيب منها الجاة والجتاة والزاوة. زاوية خمسة واربعين عارفين النسب اللي انت خطوها برضو في الصف في العام الماضي. واحد واحد جزر اتنين. عشان ده مسلس متصوص ساقين وقائم. الجاة يبقى واحد على جزر اتنين. والجتاة واحد على جزر اتنين. بكتب الجتاة الاول بعدين الجاة يبقى واحد على جزر اتنين واحد على جاز الاتنين يعني الجتة واحد على جاز الاتنين الجاة واحد على جاز الاتنين الاحداث الصادي الجتة الاحداث الصيني واحد على جاز الاتنين اقسم الصادي على الصيني يطلع بواحد. ومن هنا دي الدواء المثلثية كلها الاساسية قادر اجيب كل المقلوبات عن طريق النواتج دي اشاء للبنتج. عزيز الطالب افهم ان المقلوب الواحد واحد. مقلوب سلب واحد سلب واحد. مقلوب النص اتنين على واحد. مقلوب جاز الات على اتنين. اتنين على جاز الاتة. مقلوب السفر غير المعرف والغير المعرف مقلوبه السفر. لازم نفهم الحاجات الاسادي. نشوف مسألة بقى على المفهوم الرابع بتاع الدوال اه بتاع الدوال المسيسية لبعض دوال خاصة. بتقول ايه المسألة? بسرعة كده. بيقول اثبت ان جا تلاتين زائد جا خمسة واربعين. جا تلاتين زائد جا خمسة واربعين في جا ستين في جا تسعين. بتساوي جا باي على الاتنين زائد جا باي على ستة جا تباي على تلاتة زائد جا تربيع باي على تلاتة جا تلاتة باي على الاتنين. عايز اثبت المتساوية دي. طيب هقول الايمن في المسألة جا تلاتين درجة زائد جا خمسة واربعين درجة جا ستين درجة جا تسعين درجة. انا ببقى حافظهم وعارفهم. دي جا تلاتين بنص. التانية جاه خمسة واربعين اللي هي واحد على جزر اتنين. وجاه ستين فيه جزر تلاتة على الاتنين. والجتة مع التسعين الجتة بتاعتها بسفر. طبعا ده كل طار. هتوبقى الاجابة بنص. ده الطرف الايمن. الطرف الايسر جاه باي على الاتنين. زائد جاه باي على ستة. جاه باي على تلاتة. زائد جاه تربيع باي على تلاتة. جاه تلاتة باي على اتنين. باي على الاتنين يعني تسعين. وجاه تسعين بواحد. باي على ستة يعني مية وتمانين بالتقدير لستين. على ستة يعني جاه تلاتين بنص. مية وتمانين على التلاتة يعني جاه تلاتة ستين بنص. زائد جاه باي. جاه باي على تلاتة. يعني جاه تربيع باي على تلاتة. يعني جاه تربيع ستين وجاه ستين بجزر تلاتة على الاتنين لكل تربيع. بعد كده جاه تلاتة باي على الاتنين. اللي هي جاه متين وسبعين. افرد ناسي. المتين وسبعين هنا. دقلة الوحدة بتقطع محور الصادات فين? في النقطة سفر وسالب واحد. انت عايز مين يا حبيبي? الجائل او الاحداث الصادي. يعني في سالب واحد. دي واحد زائد نصف نصف ربع. وهنا دي سالب مربع دي يبقى تلاتة على اربعة. يعني واحد وربع. هنشيل منه تلات تربع تطلع بنصف. ازن الطرفين متساويين. ازن انت من الازواج المرتبة للزوايا تقدر تطلع من غير استخدام آلة ومن غير اي حاجة اه فيها. طيب. في مسألة بقى تفكير كده ابداعي اخدها قبل حلقة تخلص. بتقول زاوية موجهة. زاوية موجهة طبعا في الاول في اختيار. الجاة سلبة والجاة موجهة بيبقى ربعا رابح تختار ربعا رابح. طيب. جميع الزوايا الموجهة اه اللي بتقع في وضعها القياسي بيكون لها نفس. هنقول الدلع الابتدائي. في مسألة هنا بتقول زاوية موجهة قياسة سيتا. يقطع دلعها النهائي دايلة الوحدة في النقطة سين وصاد في وضعها القياسي. في زا كان زا سيتا. زا الزا سيتا بالتلاتة. يعني اقول زا سيتا. زا الزا سيتا بتساوي تلاتة. الزا دي مين? اللي هي عبارة عن صاد على سين. والزا سين على صاد بتساوي تلاتة. واحد المقام يبقى صاد تربيع زائد سين تربيع على سين صاد. ده بدأ وده بدأ والمقام ما في بعض. بساوي تلاتة. دي دايلة وحدة. عشان هو قال في دايلة وحدة. يبقى واحد على سين صاد. بساوي تلاتة. اقلب يبقى سين صاد هتساوي تلات. عايز يستنتق قا سيتا. قا تا سيتا. طبعا لما نيجي نستنتق القا. القا دي مقلوب الجاتة. اللي هي واحد على جاتة سيتا. والقا تا مقلوب الجا واحد على جا سيتا. يعني اه اه الجاتة اللي هي السين والجا اللي هي الصاد هيبقى واحد على السين صاد. يعني تطلع بطلط. اه كده انتهينا من اه اه درس الدواء المثلسية. اتمنى لكم التوفيق والنجاح واللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. موسيقى